أن نص على كل مرشع لا يجوز أن يحمل جنسية مصرية وزوجته ووالديه وأولاده ولا يجوز أن يحمل أي جنسية أخرى وقت فتح باب الترشيح فبالتالي هذا هو النص أتمنى وأنا قد قتبت هذا الاقتراح وأرسلناه لرسل الجمهورية ليكون فيه من ضمن المقترحات المقدمة مننا لرسل الجمهورية في تعديل قانون الانتخبات الرئاسية بالإضافة إلى أن يكون فيه وجود مراقب مالي من جهاز المركزي للمحاسبات على مراقبة ما يصرف في العملية الانتخابية حتى لا يسيطر المال السياسي الخارجي على إرادة الشعب في اختيار المرشع القادم شعيرنا الكبير والجليل أشرف جلاهم عايز أقول لحضرتك أنت يعني أنت مسك الحملة في منطقة حساسة يعني الشرقية دي نحن نعتبر أن تلتين الشرقية أو نص الشرقية أو يعني لها فيه معقل فيه جزور للإخوان هناك هل وجدت صعوبة أثناء عملك أو كمنصك للحملة بتاعت السيسي إرادة الشعب فيه الشرقية وجدت صعوبات الناس بتلتحم معاك الناس بتملأ الاستمارات هل فيه إقبال ساعة المشيرة فتاح السيسي يعلن ترشيحه سيكون هناك إجماع لعمل توكلات الفريعة فتاح السيسي والله دكتور سيد إلى الآن لم تواجهني صعوبات تمام ولكني متوقع ذلك متوقع آه لأن المنطقة التي أنا مناسق بها هي منطقة محتدمة زي ما حدثت فضلت تمام فيه إقبال شديد لدى شريحة كبيرة جداً من المجتمع وفيه طيارات الأخر ليها برضو لها يعني برضو عدد لا يستهن به تمام ولازم يكون منطقيين يعني ما نكونش خياليين لازم يكون عقلانيين أنه نفي وفيه طيب فتاة شرقية نعم الإقبال أكتر عند السيدات الإقبال أكتر عند الشباب الإقبال أكتر عند الفتيات الصغيرة الإقبال فين؟ يعني من عن 18 سنة لحد 35 سنة مثلا شباب وفتيات الإقبال أكتر؟ لا السيدات الكبار أكتر لا الرجال أكتر لا الشيوخ أكتر يعني هل هناك يعني تقدر تديني إقبال أكتر فين عندك في الشرقية؟ فأنه متوسط عمار موجود الشرقية يعني الشباب له نصيب الأسد على العمليات السياسية في القرى الطابع الفلاحي لا أنا لا أقصد مش هقصد موضوع العمليات السياسية أنا هقصد إقبالهم على الانضمام لحملة السيسي إرادة شعب على تفويد أو عمل توكلات للمشير عفتاح السيسي أنا أصدت ده عنه الإقبال أكتر المتوسط من العشرينيات للأربعينيات المتوسط ده فعلا فيه إقبال كده بل إحساسهم إن الفريق عفتاح السيسي أو المشير عفتاح السيسي لإن إحنا خدنا على الفريق عفتاح السيسي فترة طويلة نعم 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 فنحن نعتز بالفريق ونعتز بالردبة الجديدة وهي المشير عفتاح السيسي هل ده لإن هما شايفين الفريق أو المشير عفتاح السيسي شايفين فيه بيبص للشباب شايف الشباب في طريقه هو ماشي؟ والله دكتور سيد يعني كما قلت في اكثر من اجتماع في الشرقية مع الشباب وكما هو الواضح عندهم وفي سريرتهم بان مصر تحتاج اليوم تحتاج اليوم الى من يعبر بها الى دبابة لان انا مشرفين على مصر اليوم مفلسة مفلسة اجتماعيا وثقافيا وابنيا واقتصاديا فعلا مصر يعني من كلام بتجرد يعني كلام بتجرد يعني مصر مفلسة اخلاقيا مفلسة اجتماعيا مفلسة ثقافيا والاشد من كده مفلسة امنيا واقتصاديا فاحنا عايزين واحد يعني يعدي بين المرحلة دي الواضح لدى الواعي ولدى الفاهم من الشعب بانه المشير في عيونه نرى المستقبل ويعبر بنا ان شاء الله دكتور استأذن حضرتك يعني معاش هنرجع الحتة في القنون بعد انه بقى نخش على السيسي اراضي شعب المادة 28 التي كانت تحصن عمل وقرات لجنة انتخبات رأيي حضرتك فيها ايضا هذه المادة من عوارات لجنة المستشار البشري الذي تم تشكيلها وستفتية عليها في 19 مارس 2011 وكانت ايضا موجودة في قانون الانتخابات الرئاسية الصادر في سنة 2005 هذا التحصين في فرج بين احصن قرار اداري وعمال ادارية وعمال ادارية قانون الدستوري الجديد قد ارسى مبدأين ان كل قرار اداري وعمل اداري لا يحصن من سلطة رقابة القضاية لماذا؟ لان سيادة القانون يجب ان لا يعلوها اي قرار محصن حتى لو كان عملا اداري فتحصين هذه اللجنة قد نظمها الدستور الجديد بان المحكمة الادارية العليا هي المختصة بنظر كافة الطعون والاعمال الادارية الخاصة باللجنة حتى لا يكون هذا المنصب فيه اي عوار دستوري او اداري اذا شابه اي خطأ فنأتي بحجة ان هذه القرارات محصنة بالرغم من اكتشاف هذه الاخطاء فيما بعد كما حصل في انتخابات السابقة عندما تم اكتشاف بعد الوقائع ولكن التحصين جعل من هذه الوقاع امرا قانونيا سابتا لا يجوز الطعون عليه تماما فبالتالي النهاردة احنا بنرسل دولة دموقراطية شعارها الشعار الاساسي الدولة لا يعلو فوقها الا سيادة القانون والقضاء هو الذي يفصل بين كافة المنزعات فبالتالي هذا المنصب محصن نعم بعد ان يقول القضاء كلمته وليست اللاجه النهاردة وانا متواجد معاكم كنت سعيد جدا كنت فرحان كنت شايف قد ايه يعني من الشعب المصري من هم من الشرفاء 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 الذين تركوا كل ما لديهم علشان يروحهم علشان يختاروا لمصر زعيم جديد بعد زعيم عبد الناصر بعد رئيس محمد انور السادات زعيم جديد زعيم قوي المصر الشعب كله ملتف حواليه لقيت حضرك النهاردة طلعت قلت شوية حاجات انا بصراحة كنت نفسي فيهم بس لقيتك انت بتقولهم وكأن انا هل هي دي اهداف والحملة اللي هتقدمه للمشير عفتاح السيسي كبرنامجه لان كل ده الحاجات اللي انت قلتها النهاردة ونتمنى يكون فيه نقطة ونقطتين تذا تكلمنا عليهم بشكل عام توصل رسالة للجمهور عن الاهداف او نبزة عن الحملة هي دايما طبيعة الشعب العربي وبخصة الشعب المصري يلتقي قلبا واحدا وقت الشد وقت الشد عندما شعر بان الوطن يسرق منه لصالح فئة معينة التف الشعب ونسى كل شيء الا هدف واحد هو تحرير هذا الشعب وهذه الدولة من ان تختطف على الاطلاق فبالتالي وجد الشعب بانه لا يريد رئيسا ولكنه يريد زعيما حتى يلتف حوله فينقاض ورائه من اجل مصلحة هذا البلد لان مشاكل مصر كثيرة وكبيرة لا تخرج من قبوتها الا بالعمل الجماعي والانسياع للقرارات الشديدة لا انا عايز برضو معلش اللي هو ابسط انا عايز حضرتك توصل للرجل اللي في الريف للست اللي قاعدة بتسمعنا الوقت في اختنا وممنا اللي في القرية حاجة مبسطة بتلمس الناس الحملة النهاردة بتقوم عليها وبتقول ان انتو لما هتتعاونوا واحنا نقدم برنامج لمشير عفتاح السيسي يراعي مطالبكم انا طبعا قبل ما ابدأ مع حضرتك نتجاوب بس انا عايز حضرتك بما ان انت يعني الشاعر اللي احنا منتظرين نسمع منه النهاردة حاجة وحاجة تخصين عن الارهاب لان الارهاب تعيبنا كنبيلا مبارح على كوبر الجيزة كل شوية عمالين يعملوا حاجات فعايزك تحضر لنا حاجة كده عشان انا سادة المشاهدين عايزين نسمعه حضرتك قبل ما تحضرها هرنا كده يا جاوب دكتور نعادي العام اهم حاجة اهم حاجة في البرنامج ان يحقق الفلسفة العامة لدستور مصر 2014 هذا الدستور الذي حاز على 98% من سيقة هذا الشعب من بعد ان تم احتواء هذا الشعب في هذا الدستور فال247 مادة لا يوجد مادة الا وتتكلمت عن فرض من الافراد هذا الشعب فبالتالي كيف يتم تحقيق هذا الدستور الا من خلال برنامج سياسي اجتماعي اقتصادي شامل يشمل كل متطلبات هذا الشعب من خلال هذه الحملة وخلال جولتنا في جميع المحافظات قد وجدنا اغلبية هذه الطلبات من الفلاح البسيط ان تعود الدولة لدورها لرعاية الفلاح ورعاية الصياد ورعاية العامل وحماية العامل من الفصل التعسفية والتشغيل القصري والتهجيل القصري فكل هذه الافكار تم تجمعها وجدناها جميعا تتفق مع نصوص الدستور فبالتالي هنا بنأسس لدولة دستورية قائمة على اشتراك الشعب تبقى للمادة اربعة الامة مصدر السلطات تصنعها بارادتها الحرة لا يفرض عليها الا مصلحة المصر العليا احنا شايفين اشرب بيجاليهم اعتقد حضر لنا حاجة كده احنا كل يوم في قنبلة كل يوم بيحاولوا يزعزعوا الامن كل يوم عايزين يوصلوا للخارج احنا بلد مش مستقرة احنا بلد احنا بلد لكن احنا بلد امينة انشاء الله احفظها في القرآن عايز السادة المشاهدين يسمعوا حضرتك فيما تقول من شعر رغم ان في الارهاب العنوان رغم ان في الارهاب ومعنى ان ان شاء الله مصر ستبقى ضراء امنا رغم ان في الارهاب اشرقي في وجه الظلام بلادي اشرقي في وجه الظلام بلادي قمرا ضاء فوق ظهر جوادي ولهيبا وقوده عزم شعب هب في غضبة بغير هوادي صاغى من اعماق الضحايا سهاما ورماها في اوجه الاحقاد وامتطى صهوة الصباح عنيدا عز مثل المصري حين عنادي حين يمشي مزمجرا لعدو عابرا ضربه من الاجساد قاتلا عتمة الليالي بعين ابصرت خلصة قطى اكبادي ما لأجناد ما لأجناد مزق قطعا من عنبر محروق بصحن رمادي وعروس غنى قنابلكم في فرحها بوم للرذيلة صادي ليس للأبرياء من مأمن او حرمة في شريعة او غادي هل تعدون جهدكم قوة كي ترهب الأقربين دون الأعادي هل تعدون جهدكم قوة كي ترهب الأقربين دون الأعادي ألأبناء أمك النار حقدا ولأعدائك الهواء يعادي ألأبناء أمك النار حقدا ولأعدائك الهواء يعادي ليس إرهابا فعلكم لدمار غادر روعت له أولادي إنما الإرهاب اللعين برأس فكرها معجون بمر سوادي أو تدري من الخسيس طباعا ما له في الأندال من أندادي؟ أو تدري من الخسيس طباعا ما له في الأندال من أندادي؟ كل من ترتوي يداه دما كل من ترتوي يداه دما من أهله شل الله هذه الأياد الله 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 كل من ترتوي يداه دما شل الله هذه الأياد شل أيديهم صحيح هان ترهيب الآمنين على من رخصت أمه لحفنة زادي إنه ابن الزنا ربيب الغوى في بركة للأفخاذ والأنهادي يرضع الفجر ثدي شيطانة قد أطعمته البغضاء في إفسادي كل من علموك معنى الأراضي هذه الأرض مهجتي وفؤادي هي محراب الطهر فيها تآخى آل عيسى والمصطفى في ودادي وحمى وحمى الدنيا وحمى الدنيا أسس الأمن فيها أسس الأمن فيها شرف العز خيرة الأجنادي هي حذن لكل أحرار عرب يتسامون في شريف النجادي ولها وحدها صلى الله فيها قد تجلى بفيضه الوقادي إنها مصر أقدس الأرض فخشع واخلع النعلى في ربا الأمجادي الله 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 أحسنت أحسنت أشرف بيه شعر أشرف جلاهم احنا بنشكرك جدا على القصيدة الجميلة اللي في حب مصر واللي بتقول الإرهاب افهمه مصر هتفضل أمينة مصر هتفضل سالمة قبل ما نختم عايز بس أقول لحضرتك بعد إذنك دكتور عادل أنت شايف أني دستور مصر 2014 كمل ثورة 30 يونيو نعم نعم دستور 2014 يحتوي على فلسفة عامة وأن هذا الدستور يعبر على كل مصري أي بمعنى إنه دستور مطول بعد الشيء لأن الدستير الذي تصنع بعض الصورات يجب أن تكون فيها تفصيلات تلبي مطالب الشارع والطلبات التي حرمت سنين طويلة لم يلبي لها الدستور طلبا وعلى سبيل المثال مشكلة النوبة منذ 1960 لم تحل إلا في دستور مصر 2014 الذي ألزمت دولة بعودة أهل النوبة إلى أراضيهم خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور بل نصة على تجريم التهجير القصري تحت أي سبب من المسابقات الله هذا هذا هذه واحدة ثانية التمييز الذي كان يصنف ضد المصريين للأسف الشديد هذا التمييز كان يشمل جميع مناصب الدولة دكتور عادل نعم كلمة أخيرة في 30 ثانية توجيها لكل واحد قاعد في بيته تفرج علينا لكل سيدة في قرية لكل رجل لكل امرأة لكل شاب نعم للانضمام أو لتأييد المشير عفتاح السيسي هو إرادة هذا الشعب وسوف يحقق تموحات هذا الشعب من خلالكم أنتم فأنتم مصدر السلطة ومصدر الأمة فيجب أن تتعاونوا معه حتى نعبر بمصر إلى بر الأمام يعني الحملة على مسمع السيسي إرادة شعب شعيرنا الجميل أشرف جالهم كلمة أخيرة لجموعة الشعب المصري في الداخل في الخارج في جلياتنا العربية في جلياتنا الأوروبية اللي موجودين تقول لهم إيه تقول لهم إيه لتأييد الفريق المشير عفتاح السيسي المشير عفتاح السيسي في عيونه نرى المستقبل لكنه لا يمسك عصا سحرية ليرفع البلاد إلا بوقفة الشعب معهم فلا بد أن نتحل بالوعي وبالصبر وأن نقف وأن نتكاتف معه ويدا بيد سنعبره إن شاء الله نعبر إن شاء الله إلى بر الأمان عزائي المشاهدين كنا معكم ومع حملة السيسي رادة شعب بتوجه للشكر فريق العمل بالقناة بتوجه بالشكر لكل السادة ديوفنا اللي حضروا معنا النهاردة وهم كان عندهم مؤتمر ولكن لم يدخلوا إن هم ييجوا علشان يوضحوا المشاهدين في كل ربوع مصر على قناة مصر البلد أن مصر تقف وراء الزعيم المشير أفتح سيسي ولنا لقاء آخر مصر البلد معنا نبي البلد موسيقى 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 اشتركوا في القناة